ترأس وزير المالية والميزانية بالإنابة دكتور عبدالله صابر رفضل أعمال الاجتماع العادي للمالية بهدف تقييم الحالة الاقتصادية على المستوى الوطني والإقليمي محمد حسن آدم دامقر بنك دول إفريقيا المركزية البياسي أعمال الاجتماع العادي للجنة الوطنية النقدية والمالية وذلك بهضور وزير المالية والميزانية بالإنابة الدكتور عبدالله صابر رفضل وأمين الدولة في الاقتصاد والتخطيط التنموي سينيابي برنباس إلى جانب أعضاء اللجنة الوطنية والأمين العام للجنة البنوك بإفريقيا المركزية الكوباك وخلال المناسبة فقد تم دراسة وتقييم الحالة الاقتصادية والمالية إلى جانب التطرق إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3.6% بحسب تصريحات صندوق النقد الدولية هذا وفيما يتألق بالحالة الاقتصادية على مستوى دول السماك فقد لاهزت اللجنة أن هناك تقدما ملموسا من حيث النمو مقارنة مع العام 2016 وذلك بنسبة 0.2% كما أنه على المستوى المحلي المؤشرات ما زالت ضعيفة نظرا لتراجئ أسأر النفط عالميا والتحديات العمنية على مستوى الإقليم كما ناشدت اللجنة الحكومة على اعتماد تقرير اللجنة المكلفة بإصلاح مؤسسات الدولة من عجل التوازن الاقتصادي والتحكم في الإيرادات والنفقات والتكاليف العامة قدمت وزيرة الصحة العامة أنقربتنا كارميل سوكات بيانا صحفيا حول الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة مرض فقدان المناع المكتسبة الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام جزء من هذا البيان وقومت وقومت بالتحديث عن ديسمبر من كل عام جزء من حالي المحاربة مرضى الإدس المحاربة مرضى الإدس ويأتي الاحتفال بحزه المناسبة هذا العام تحت شعار المواطن له حق الإلاج والصحة أيها المواطنون كانت نسبة المصابين بمرض الإدس قبل أشرات السنين قد بلقت 3.3% في الأعمار ما بين 15 إلى 49 سنة وبفضل جهد الحكومة وشركائها فإن نسبة المصابين بحزة دا قد انخفضت حتى وصلت إلى 1.6% داخل حزه الشريحة وبالنظر إلى حزه النسبة الإيجابية فإن البلاد تواجه تحديات البحث عن خطة جديدة من أجل القضاء على حزة الفيروس في الفترة من 2018 حتى 2022 والذي يدخل ضمن الخطة الدولية للقضاء على حزة دا في مطلع عام 2030 ولبلوغ هذه الأحداث يجب علينا اعتماد توصيات الخطة العالمية للصحة والتي تدخل في نفس الإطار ولا يكون ذلك إلا بتطبيق حق العلاج والصحة وهو شعار هذا العام التقى المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار والتصدير التقى برئيس الصندوق الصيني للتنمية الأفريقية بهدف تعريف الوكالة الوطنية للاستثمار والتصدير بالمشاريع التي تحتاجها البلاد خاصة في المجال الزراعي والرعوي محمود موسيلفيد تأتي هذه المقابلة التي جمعت بين المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار والتصدير ورئيس الصندوق الصيني للتنمية الأفريقية شي جيان وذلك بهدف التفاكري حول تطوير وتنمية القطاعات المختلفة بالبلاد منها الحيوية كالزراعة والثروة الحيوانية والبنية التحتية فضلا عن المناجم في بداية المقابلة قدم المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار والتصدير شرحا مفصلا لأعضاء الصندوق الصيني للتنمية الأفريقية والذي تناول من خلاله أهم المشاريع التي تحتاج إليها البلاد في الوقت الراهن مؤكدا لهم بأن كات دولة يتوفر فيها الأمن وتتمتع بأراضي زراعية واسعة وخصبة هنا لدينا بروجيء كثير في سروة حيوانية في انفرستركتور في البترول في المين هذا وفي نهاية المقابلة زار رئيس صندوق الصيني للتنمية الأفريقية والوفد المرافق له صلة المنتوجات المحلية بالوكالة والتي تصدرها البلاد إلى بعض الدول كالبصل والثوم والسمغ العربي والفول السوداني والسمسم وبعض المنتوجات الأخرى تتمثل في المحاصيل الزراعية والنقدية وبعد نهاية المقابلة صرح رئيس صندوق الصيني للتنمية الأفريقية للصحافة السيد سي جي يانج بأنهم جاءوا إلى شاد لأول مرة وهذه المقابلة تسمح لهم بالتعرف على عدد من المشاريع التنموية وأن شاد والصين تربطهم العديد من العلاقات وإلى اختتام أعمال الدورة التدريبية التي نظمها معهد التقنية والابتكارات من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة بهدف رفع كفاءات المعلمين في مجال التدريس حسين النور من عجل رفع مستوى الطلاب والحد من تدني المستوى في التعاليم العساسي والمتوسط جاء اختتام الدورة التدريبية التي نظمها معهد التقنية والابتكارات من عجل التنمية وذلك بحدف رفع كفاءة المدرسين حتى يتمكنوا من آداء واجبهم في سبيل التعليم وفي هذا الشعن فقد تحدث مدير مؤهد الابتكارات من عجل التنمية بأن هذه التدريبات سوف تأتي بنتائج مرضية في نحاية العام الدراسي الحالي أقد ملتقى في قصر 15 يناير والهدف هو أن نفكر معا جميعا بالنسبة لكيفية رفع المستوى في المدارس وكما تعلموا عندنا زيادة من 80% من الطلبة عندهم مشاكل والهدف هو تمكين المعلمين لكي يحلل مشاكل الطلبة في المدارس وأضاف محمد جيلي برما مساعد المدير العام للتعليم والتدريب بأنه وخلال هذه الدورة تعرف المدرسين على أهم المشاكل التي يعاني منها الطلاب وكيفية إيجاد حلول لحذه المشكلات علما بأن هذه الدورة التدريبية استمرت لمدة يومين وشارك فيها 24 مشاركا قادموا من مختلف المدارس بالعاصمة وإلى رياذة حيث نظمت مؤخرا الفيدرالية التشادية لكرة الحديدية بطولة تأهل وسلام بالتعاون مع رابطة أنجمينة للكرة الحديدية للفرق العاصمة أنجمينة آدم حسن مكاوي وتفاصيل هذه البطولة بمشاركة عشر فرق من رابطة أنجمينة انطلقت بطولة الكرة الحديدية في إيطال نشافتات الفيدرالية التشادية للكرة الحديدية وتهدف هذه البطولة إلى المحافظة على مستوى أداء اللاعبين وتشجعهم بالإضافة إلى اكتشاف المهارات والإبداعات الرياضية الجديدة لضمها إلى صفوف المنتخب الوطني كما أن لهذه البطولة هدف أشمل وهو التلاحم والتفاهم بين الرياضيين وجمعت هذه البطولة عدد كبير باللاعب المنتخب الوطني للكرة الحديدية وفي ختم هذه المنافسات قام رئيس الفدرالية التشادية للكرة الحديدية بتوزيع جوائز للفرق الفائزة في البطولة وذلك بتقديم مظارف مالية تشجعية ونختم النشر بهذا البيان المقدم من وزارة الوظيفة العامة حيث تعلن وزارة الوظيفة العامة بأن يوم غد يوم عطلة مدفوعة الأجر في كافة الأراضي الوطنية وقع على البيان وزير الوظيفة العامة هكذا مشاهدين ننهي عرض النشرة الرئيسية لهذا المساء تقبلوا تحياتي والتحيات فريق غرفة الأخضار في أمان الله